تنضي إمارة دبي قدماً في ترسيخ اسمها كوجهة سياحية علاجية عالمية تقدم خدمات مميزة وبنية تحتية متطورة لزوارها وذلك في إطار خطتها لاستقطاب أكثر من نصف مليون زائر بحلول العام 2020 تفاصيل أكثر مع الزميلة نيلة السريوي على مدى العقد الأخير برزت إمارة دبي كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية على الخارطة الإقليمية والعالمية ليتحول القطاع إلى رافض أساسي من روافض التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الإمارة وفي دولة الإمارات ككل عائدات السياحة العلاجية في الإمارة ارتفعت إلى أكثر من مليار واربعمائة مليون درهم في العام 2016 فيما وصل أعداد السياح للعلاج في نفس العام إلى حوالي 320 ألف زائر بمعدل نمو 9.5% عن العام 2015 وتروحت أعمار الذين توفدوا على المنشآت الطبية في دبي بين 25 و45 عاماً من داخل الدولة وخارجها وبلغت نسبة القادمين من أسيا على سبيل المثال 37% والدول العربية 31% وأوروبا 15% وتركزت الخدمات على تخصصات العظام والجلدية والعيون والأسنان إمارة دبي كانت قد حلت في المركز العاشر في جودة المنشآت الطبية والخدمات في مؤشر وجهات السياحة العلاجية 2016 بمجموع 72.49 نقطة فيما حلت في المركز السادس عشر في المؤشر العام البنية التحتية المتطورة للإمارة تضم ما يزيد على 3000 منشآت ومرفق مجهز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة فضلاً عن كوادر بشرية بخبرات عالمية بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات والتسهيلات في إجراءات الصفر والإقامة والمواصلات لضمان تجربة متكاملة للسائح العلاجي ضمن حرصها على ريادة هذا القطاع تستهدف دبي بقوة السياحة العلاجية من خلال خطة لجذب أكثر من نصف مليون زائر بحلول العام 2020 تعتمد أساساً على الخدمات المبتكرة والتكنولوجيا الذكية وللتعليق على أبرز ما ورد في تقرير وأهمية قطاع السياحة الصحية في دبي معنا في الستوديو دكتور عثمان البكري مدير عام مستشفى برايم أهلا وسهلا بك دكتور معنا أكد التقرير على أن عائدات قطاع السياحة العلاجية وأيضاً عداد الزوار اللي عم بيجوا للسياحة العلاجية في دبي تحديداً هو في ارتفاع مستمر أقيمك لأداء هذا القطاع بشكل عام منذ بداية العام وحتى الآن في البداية سمحيلي أقدم التهنية لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد على دعمه الكامل لمسيرة السياحة العلاجية في الإمارات وخاصة دبي دبي من المناطق الواعدة في العالم لأن تكون الأولى عالمية ليه؟ نقول لدينا العدد ده في خلال أيام في شهور معدودة أو سنوات بسيطة 320 ألف هذا العام وأنا بقول أن دبي عملها يعني البلان بتاعها أو رؤيتها أن توصل لـ 500 ألف في خلال 2020 أنا بقول لأ أن المبلغ ده أن العدد ده هيصل خلال العام القادم إن شاء الله لأن دبي تتميز بأشياء متعددة غير متوفرة في دول العالم طيب شو هي هذه الأشياء؟ يعني شو الأشياء التي تتوفر في دبي ويجب أن تتوفر في الدول حتى تكون بالفعل لها مكانة في قطاع السياحة العلاجية نتيجة الدفع والتعاون بين هيئة الصحة في دبي مع علي حميد القطامي والدكتور مروان والدكتور ليلى ومستشفيات الخاصة ازداد عدد المستشفيات الخاصة في دبي لوصل الأربعين مستشفى نعم وأهم نقطة في هذا كله أن المستشفيات دبي كلها معتمدة دولياً من أمريكا وحصلها على شهارة الاعتماد وهذا ما لم يتوفر في كل دول العالم دبي جميع المستشفيات التي تعمل في دبي معتمدة عالمياً وهذه غير معاقي يعني ليس فيها أي تنافس من أي دولة في العالم نعم دي أول ميزة في دبي اعتماد عالمياً معناها أنك عندك خدمات متميزة عندك كوادر عالية على كفاءة عالية عندك فنيين عندك أجهزة على أعلى مستوى بالضبط التقنيات والآليات تضاهي دول المستشفيات العالمية في أمريكا وفي أوروبا إذن دبي عملت إيه أو هيئة صحة في دبي ساعدت على وصول الكوادر والأسماء الكبيرة في العالم لأن تتواجد بدبي وهذا شيء طيب ويحتسب لهيئة الصحة في دبي وبناء على ذلك المستشفيات الخاصة زاد عددها وبدأ هناك المستثمرين في القطاع الصحي بدأوا يتوفدوا إلى دبي ومنها مجموعتنا هي مجموعة إبراهيم حصل عندنا يعني ما يعادل أربعين مركز طبي وعندنا مستشفى على أعلى مستوى بيجذب الكوادر الكبيرة من الأطباء مستشفى إبراهيم أو المستشفى الخاصة عامة نقول 320 ألف 320 ألف دلجوم من إين عندنا في الدول أسيا وخاصة الصين عدد المرضى زيدا عن 38% عندنا دول مجلس التعاون الخليجي وعندنا الدول غرب أفريقيا بنسبة وازي 31% عندنا فيه من أوروبا لكن تتخيال المرضى تأتي من أوروبا إلى دبي بنسبة 15% ليه طيب؟ ليه المرضى عم يفضلوا دبي عن الدول الأوروبية؟ تتميز دبي بأشعة كثيرة لأن الأطباء المشهورين في أوروبا يعملوا الآن في دبي رقم واحد الكفاءة العالية والمستويات الخدمة التي تقدم في دبي غير متوفرة عندهم تاني حاجة للسياحة العامة بالإضافة للسياحة العالجية هذا ما يبغيه المريض الأوروبي وتوفر في دبي بنسبة ما في الماء جميع المستشفات الخاصة في الإمارة دبي عندها كوادر على درجة عالية أنها توفر للمريض ترتيب التأشيرة ترتيب الدخول ترتيب الإقامة بالفنادق تسهيلات متميزة ويشكر على هذا كل جهات الحكومية في دبي وزارة الهجرة عندك الشهون عند إحداثك في وزارة السياحة أصلا ده كلها جهات تتعاون تنفيذ التعليمية باسمه الشيخ محمد وبناء على ذلك دبي أنا أقول دبي قريبا جدا ستصبح عاصمة السياحة العلاجية الأولى في العالم كله طيب يعني كلام مهم حضرتك عم تقوله بأن دبي ستصبح عاصمة للسياحة العلاجية في العالم يعني ربما الأعداد المتزايدة والنمو المستمر في هذا القطاع يدل على أن دبي تمشي في خطة ثابتة نحو ذلك لكن ما الذي يضمن بالفعل تحقيق ذلك؟ ما هي الخطوات التي يجب السير عليها في هذا القطاع؟ دبي يتعمل كالتالي صرفت ما يبلغ مليار دولار للتسويق للسياحة العلاجية بإمارة دبي في دول غرب أفريقيا وفي دول خاصة تميز به نيجيريا وغانا وبالتالي وصلنا هذا العام ما أقرب من 60 ألف مريض نعم من أفريقيا دبي والسياحة العلاجية في دبي وعندك في وزارة السياحة وهي السياحة في دبي عملوا إيه؟ عشان نوصل للأعداد ديت للأمل المطلوب اللي هو 500 ألف اللي أنا بقولها هتوفر يعني في سنة في 2020 أنا بقولها هيبقى مليون مش 500 ألف النتيجة دي نتيجة إيه؟ نتيجة عمل عمل واجهة كبير من جميع الجهات يعني متوافق متناسق مع البعض هيئة الصحة في دبي بتقدم الفعاليات داخل دول خارج إمارة دبي بترتب المؤتمرات المعارض الصحية العلاجية للتسويق للمستشفيات دبي في غرب أسيا في الصين في أفريقيا في دول الخليج نعم نحن دلوقتي نستقطب المريض الخليجي أنا عندي من دول الخليج عدد المرضى يزيد يوميا وليس شهريا نتيجة للقدمات ونتيجة الأجهزة دبي فيها كفاءة غير متوفرة فيها قدرة فيها تميز بالتسهيلات بين الجهات الحكومية نعم إذن الدكتور عثمان البكري مدير عام مستشفى برايم يعطيك العافية شكرا جزيلا لك أهلا فينك صرف الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر